السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم جميعا في دروس تعلم لغة الإنجليزية للمبتدئين نازلنا في دروس تعلم كيفية تكوين أو صياغة جمل بسيطة واقتصرنا على الجمل التي تحتوي على the verb to be أو فعل يكون فقط في زمن المضارع واليوم إن شاء الله سنرى كيف نطرح السؤال في زمن المضارع بفعل يكون the verb to be وكذلك الأفعال الأخرى فلنبدأ على بركة الله رأينا في الحصة الماضية أو في الدرس الماضي جملة كهذه I am a student أنا تلميذة أو أنا تلميذة ورأينا كذلك I am tired الجملة الأولى تحتوي على subject فاعل I am the verb to be a student والجملة الثانية I am الفاعل with the verb to be a tired cipher إذن إذا أردت أن أطرح السؤال بهذه الجمل يعني أحتفظ بمعنى الجمل يعني أقول هل أنا تلميذة أو هل أنا تلميذة أو هل أنا متعب أو هل أنا متعبة كل ما سنقوم به فقط سنقوم بتغيير مكان الفعل verb to be والsubject الفاعل am I I am تصبح am I بكل سهولة هذا هو التغيير am I a student هل أنا تلميذ هل أنا متعبة هل أنا متعبة الجواب yes I am أو الجواب الكامل yes I am a student yes I am tired لدينا جواب مختصر وجواب كامل أو no I am not no I am not a student no I am not tired إذن لدينا في الجواب جواب مختصر وجواب كامل في yes أو no إذن رأينا كيف نطرح السؤال كيف نجيب ب yes وكيف نجيب ب no بكل سهولة بفعل to be وهذا نطبقه على جميع الضمائر فنقول you are تصبح are you هل أنت are you is he is she is it are we are you are they هذا كل ما في الأمر الآن نغير الفعل نأخذ فعل آخر دون فعل to be وهنا الأمر يختلف نأخذ فعل to drink يشرب نقول I drink coffee you drink coffee we drink coffee they drink coffee مع he she it الفعل يأخذ as he drinks she drinks it drinks إذن كل الأفعال في اللغة الإنجليزية في زمن مضارع البسيط لا تتغير مع I we you they لكن مع he she it تأخذ as القاعدة العامة أن الفعل مع he she it في المضارع البسيط أو present simple تأخذ as لكن هناك استثناءات سنراها إن شاء الله فيما بعد لأنها تتطلب وقت أكثر إذن إذا أردت أن أطرح السؤال بالأفعال في زمن المضارع البسيط أفعال دون verb to be لا أخذ نفس الفعل وأشربه أقول do I drink do I drink coffee do you drink coffee do we drink coffee do they drink coffee نلاحظ هنا نضيف do متغول بالsubject أو الفعل ثم الفعل غير مصرف بالنسبة له she it نضيف قبلها does does he drink coffee ليس drinks نحذف الأس في حالة سؤال does he drink coffee does she drink coffee does it drink coffee إذن لدينا do والdoes عندما يكون لدينا does يعني حالة سؤال نضيف s للفعل إذن نجيب be no do I drink coffee no I don't أو الجواب الكامل no I don't drink coffee does she drink tea no she doesn't الجواب المختصر no she doesn't drink coffee الجواب الكامل وهذا ملخص لما رأينا في حالة الجواب be no شكرا على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله